خلينا نروح لأرأة السيدات أرأة السيدات نفس الكلام عندنا دور 16 باي وهنلاعب في دور الثمانية الفائز من مصر التأمين والزهور دي أرأة طبعا السيدات المطشاط هتتلاعب زي ما قلت الحضر لكم كوبي بيست هو نفس الاتحاد ونفس اللجنة ونفس الفكر إذن البطول هتتلاعب لغاية دور الثمانية في ملاعب الأندية طبعا دور مندوبين الأندية حضروا أيضا أرأة السيدات ومن دور الأربعة هكون في ملاعب محيدة وطبعا مواعيد المطشاط هتتحدد لاحقا طبعا بعد ما توقع لجنة المسابقات وتشوف الأجندة سواء الأجندة الدولية بتاعت المنتخب ومشاركته في فبراير إن شاء الله اللي جاي في الويندو الأخيرة في كأس العالم تقوي لكأس العالم أو حتى المباراة المحلية طبعا خلاص على فكرة الموضوع ما بقاش فيه كيميا كتير بيعندك بطول عربية في الأول بيعندك بعد كده الدوري والكأس والدنيا ماشية بعد كده بتتقطع بتصفيات البسكتبول الأفريكا ليج وبعد كده الدوري بيستمر وبعد كده فينالز بسكتبول أفريكا ليج وبعد كده بيخططها مع الدوري يعني الموضوع بقى معروف يعني لجنة المسابقات ما بقيتش بتجد نفسها بشكل أو آخر وبعد ما دخل الـ MBA في أفريقيا نظم جدا المواعيد بقى مواعيد التصفيات اللي هي مجموعة السحراء ومجموعة النيل معروف مواعيدها النهايات بمعروف مواعيدها نظم الدنيا فكل الاتحادات الأهلية فيها القرى الأفريقية أصبحت بتحط أجندتها توافقا مع النشاطات سواء الأندية أو المنتخبات وكمان موضوع الويندوز في المنتخبات سهل الدنيا جدا انت بتلعب 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 وتقف شهر المنتخب يروح يلعب أربع ماشرات ورجع تاني فالدنيا بقت سهلة جدا في البسكت وبقى سهل ومنظم طبعا كل ده جي من الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي هو لنظم الدنيا تحت منه فكله بقى ماشي بهارموني واحد